Good morning everybody. Today we are going to talk about unit 8 which is called how we learn. يبقى today we are going to talk about unit 8 which is called how we learn. نحاول نقول مع بعض أولاد توازن بحار رياضي أو لاعب عضلات تساوي كلمة اسمها يعيد تصنيع يتنفس يتحكم فيه غسل أو غسيل الأطباء تساوي كلمة اسمها بمعنى زاكي في كلمة اسمها بمعنى عبقري الطبيعة البيئة هوية مقالة في جريدة تدريب بدني ياصف في منها كلمة اسمها ديسكريبشن ديسكريبشن اللي هو الوصف نفسه ميجر ميجر يقيس دي فيرب في كلمة اسمها ميجرمنت ميجرمنت القياس أونلاين عكسها أوفلاين أونلاين متصل بالنت أوفلاين غير متصل بالنت تساوي كلمة اسمها بمعنى مأزك أو مشكلة بمعنى أنا خايف بس جاي هنا بمعنى أنا آسف I am sorry يبقى أم أفريد هنا بتساوي I am sorry لما أقولك مثلا I am afraid that I can't find my book I am afraid that I can't find my book خايف أن أنا ملاقيش كتابي Sports club Sports club سبورت هنا بمعنى رياضي Sports club معنى نادي رياضي Prain Prain لما أقولك We think with our brain بنفكر بمخنا أو بعقلنا Solve a problem Solve a problem يحل مشكلة Work out Work out يحل أو يستنتج Offer help يعرض أو يقدم المساعدة Spend يقضي وكلمة تسبند أولاد دائما بيجي بعدها verb plus ING لم أقولك مثلا Don't spend much time watching TV Don't spend much time watching TV أو You shouldn't spend much time playing football Do a research Do a research يقوم بعمل بحث دائما كلمة research الشباب بيجي قبلها Do ومشتقطها يعني Do و does و did Language اللي وظائف اللغة عندنا عندي حاجة اسمها offering help offering help بمعناها تقديم أو عرض المساعدة لما حب أساعد حد أقول له إيه ممكن أقول له what's the matter what's the matter ما الموضوع هي هي لو كملت what's the matter with you أو what's wrong with you ممكن أقول لك برضو have you got any problems have you got any problems هل لديك أي مشاكل can I help you can I help you تمام ممكن برضو أقول لك let me see if I can help let me see if I can help و برضو فيه تعبير جميل جدا ممكن أقول لواحد can I give you my hand can I give you my hand ممكن أمجدلك يد المساعدة لستركشارز أو القواعد عندنا أولاد عندي حاجة اسمها ING forms اللي هي الشكل أو الصيغة بتاعت ال ING يعني إحنا عارفين إن أي كلمة أو أي فربي بزود له ING بيتحول لحاجة اسمها noun اسم يعني يعني مثلا كلمة read yaقرأ reading الكراءة play يلعب playing اللعب مثلا watch يشاهد watching المشاهدة يبقى الجرامر بتاع النهاردة سهلي جدا يا شباب نجي نبص مع بعض كده مثلا أول جملة لم أقول لك reading is enjoyable reading is enjoyable القراءة ممتعة I like it very much يبقى كلمة reading هنا جاية بمعنى القراءة مش جاية بمعنى يقرأ يبقى verb read زودت له ING اتحول لحاجة اسمها noun جملة ثانية ما أقول لك helping people is my favorite hobby helping people is my favorite hobby يعني مساعدة الناس هوية المفضلة يعني أنا بحب أساعد الناس لم أقول لك driving cars isn't easy at all driving cars سواءة العربيات isn't easy at all يعني هي هي اللي أقولتلك it isn't easy to drive cars واحد يقولي طب إزاي cars جي بعدها isn't isn't هنا أولاد عيدة على driving مش عيدة على cars يبقى driving cars isn't easy at all سواءة العربيات مش سهلة على الإطلاق I am interested in learning new languages I am interested in learning new languages طب ليه قلت learning هنا احنا عارفين أولاد إن حرف جر بعد كل حروف جر لازم الفير بياخد ing يعني in on of for with without بعد حروف الجر دايما الفعل بياخد ing لما أقول لك مثلا my brother enjoys writing short stories my brother enjoys writing short stories وعارفين أن بعد enjoys الفير بياخد ing يتحول إلى noun يبقى الجملة دي معناه إيه أخي بيستمتع بإيه بكتابة القصص القصيرة هنا بيقول لي في بعض الأفعال والتعبيرات وحروف الجر التي يأتي بعدهم ing يعني في أفعال لازم أكون حبزها في تعبيرات في حروف جر لازم بعدها الفعل ياخد ing نجي نبص كده زي كلمة love like enjoy spend stop don't mind don't mind ده معناها لا يمانع interested in interested in مهتم بي good at bad at ده الحروف جر يبقى automatic بعدهم الفير بياخد ing finish finish suggest suggest recommend recommend وكنا خدنا في unit وقالنا قبل كده ان بعد suggest وبعد recommend على طول الفير بياخد ing feel like feel like يحب look forward to look forward to خلي بالك من دي مهم قوي to حرف جر وكلنا عارفين بعد طول مصدر بس مع look forward to ده مصطلح كده لازم نكون حافظينه بعد look forward to الفير بياخد ing لما قولك مثلا I look forward to traveling to America لما قولك I look forward to meeting تنجي محمد صلاح يبقى بعد look forward to لها بمعنى يتطلع إلى أو يتمنى بعدها verb plus ing spend 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 مقررة هنا وهنا بس ما فيش مشكلة وطباوت وطباوت أو هو باوت بعدهم الفير بياخد ing fund of fund of مغرم بي بعدها الفير بياخد ing يبقى لو حفظنا الجدول البسيط ده على طول بعده الفير بياخد ing نجل نشوف بعض التدريبات choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة number one yesterday I was very ill yesterday I was very ill برح أن كنت تعبان جدا so I couldn't measure recycle breathe breathe طبعا couldn't بعدها الفعل في المصدر إذا I couldn't breathe I couldn't breathe ما كنتش عادر أتنفس جملة الثانية a scientist or a tailor or a pilot or a sailor is someone who sails on boats or ships يبقى الجملة الثانية أولاد scientist or a tailor or a pilot or a sailor is someone who sails شخص بيبحر on boats or ships على السفن أو المراكب يطرى scientist or a tailor or a pilot or a sailor أكيد الإجابة الإجابة يا أولاد الإجابة sailor sailor بمعنى بحار لكن scientist عالم sailor ترزي pilot طيار number three the scientists did some experiments the scientists did some experiments العلماء عملوا بعض التجارب to measure لكي يقيسهم the animals زكاة العلماء عملوا بعض التجارب علشان يقيسهم زكاء الحيوانات being able to stand or move without falling يعني شباب being هنا كونك being able to stand or move كونك تقدر تقف or move أو تتحرك without falling بدون 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 مطوء means ده معنى you have good diagram balance nature drawing طبعا ده معنى ان يو have good balance balance معنى توازن يبقى being able to stand or move without falling means you have good balance good balance you need strong physics memory feelings muscles to be good at most sports طبعا you need strong ايه اكيد you need strong muscles يبقى you need strong muscles انت محتاج عضلات قوية to be good at most sports شان تكون كويس في الرياضة number six the factory recycles ولا controls ولا does ولا reads all putels الزجاجات القديمة يبقى the factory المصنع ده بيعمل ايه الزجاجات القديمة يطرى recycles ولا controls ولا does ولا reads اكيد الاجابة recycles كلمة recycles معنى reuses بيعيد استخدام او بيعيد تصنيع number seven space طبعا preaking ولا believing ولا breathing ولا beginning is not easy when you are at a top of a mountain يبقى التاني شباب نقط is not easy مش سهل when you are at a top of a mountain وانت اعلى جبل اللي مش سهل وانت اعلى في اعلى جبل اللي مش سهل اكيد الاجابة breathing breathing التنفس احنا عابين كل ما علينا عن سطر الارض كل ما نسبة الاكسوجين بتقل فالنفس او التنفس بيكون صعب number eight this book is full of information this book is full of information الكتاب ده مملوء بالمعلومات it's really يطارة useless ولا انجيابل ولا careful ولا stupid اكيد الاجابة it's really انجيابل انجيابل معناها ممتع لكن كلمة useless عادم الفائدة careful حريص stupid غبي او احمق number nine space physical ولا lazy ولا useless exercise keeps you fit keep you fit معناها بيجعلك لائق بدنيا يبقى الاجابة physical busy lazy useless اكيد الاجابة physical exercise كلمة اولاد physical exercise معناه التدريب البدني السويلي اللي احنا بنعمله لكن lazy مشغول lazy useless عادم الفائدة number ten two Egyptians got the gold medal حصلوا على الميدالية الزهبية in the competition in the competition في المسابقة يا ترى two Egyptians ايه اتنين ايه مصريين got the gold medal حصلوا على جائزة الدهبية in the competition يا ترى doctors ولا athletes ولا patients ولا learners اكيد الاجابة athletes athletes معناها رياضيين يبقى two Egyptians two Egyptians asleep اتنين رياضين مصريين got the gold medal in the competition exercise number two rewrite the following sentences using the words in brackets to give the same meaning اللي هو بيجيب لجملة ويجيب لكلمة بين القصين ويقول استخدم الكلمة اللي بين القصين بس مضع يرليش معنى الجملة لمولك مثلا it's not good for your eyes It's not good for your eyes مش كويس على عنيك To watch too much TV عايز نستخدم في الجملة دي watching وما غيرش معنى الجملة هنقول لي نفكر سواني كده It's not good for your eyes To watch too much TV عايز نحط watching تمام سمعت يبقى هبدأ بمين هبدأ بكمة watching watching ايه watching too much TV is تمام is not good for your eyes الله يناور يا شباب يبقى watching too much TV is not good for your eyes watching too much TV is not good for your eyes هنا جاب معنى مشاهدة التليفجن لفترة طويلة مش كويس علشان عنيك طب نمبر تو It's good for you to eat healthy food to be fit تاني شباب It's good for you to eat healthy food to be fit يعني جيد بالنسبة لك تاكل اكل صحي علشان تكون لائق بدنيا عايز نستخدم كلمة eating نفس الكلام الضبط اللي فوق يبقى eating 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 healthy food تمام eating healthy food مالو is good for you تمام eating 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 healthy food is good for you طب نبص كده eating healthy food is good for you ممكن اكمل واقول to be fit ممكن اكملها عادي to be fit او على طول eating healthy food is good for you طب نمبر 3 it's not healthy to lie in bed lying بد معناها تمكس في السرير يعني تفضل قاعد في السرير it's not healthy to lie in bed for a long time يعني مش صحي تقعد في السرير فترة طويلة عايز نحط lying تمام lying lying يعني الرقود او الجلوس او الاعاد يعني يبقى ليه هقول lying in bed for a long time isn't healthy lying in bed for a long time isn't a isn't healthy نمبر 4 مروة مروة finds it difficult to look for information online مروة find finds it difficult to look for information online يعني مروة بتجد الموضوع صعب انها تبحث عن معلومات على انت عايز نحط looking نفس الكلام looking for information online ماله is difficult for me for مروة تمام الله ينعوار عليكم يبقى looking for information online looking for information online is difficult for مروة is difficult for مروة isn't easy for مروة نمبر 5 it's very dangerous to swim in this area it's very dangerous to swim in this area خطر انك تعم في المنطقة ديا عايز نحط كلمة swimming نفس الكلام swimming in this area is very dangerous ضراب عليكم يبقى swimming in this area is very dangerous نمبر 6 it's more expensive to travel by train than by bus in England it's more expensive to travel by train than by bus in England اغلب انك تسافر بالقطار عن الوتوبيس في انجلترا تراولين كل نفس الفكرة شايفين زي ما احنا شايفين يبقى تراولين تراولين ايه تراولين بايترين السفر بالقطار ماله is more expensive than traveling by bus in انجلند نشوف كده مع بعض يبقى تراولين بايترين is more expensive than traveling by bus in انجلند اخر مرة تراولين بايترين is more expensive than traveling by bus in انجلند نمبر 7 i want to become a doctor when i grow up i want to become a doctor when i grow up يعني يا شباب i want to become a doctor when i grow up يعني اعيز اصبح طبيبا عندما اكبر عايز اكون دكتور لما اكبر حط look forward مين شاطر فاكر معنا look forward تمام look forward معناها يتطلع او يتمنى ودايما كلمة look forward بعدها وانا مغمض to بس ياريت ما ننساش يا شباب ان بعد look forward to the verb لازم ياخد i n g لو انا ما حطيتش i n g تبقى الجملة للأسف كلها غلط يبقى وليه i look forward to becoming a doctor وانا يجروب i look forward to becoming a doctor وانا يجروب يعني بقى تطلع او نفسي اصبح او اصبح طبيبا عندما اكبر يبقى بعد look forward to الفير بخد ايه i n g خلي بالنا منها لانها مهمة جدا يا شباب would you like to paint would you like to paint تحب ترسم تحب تلون استخدم off نفكر فيها سوانديا would you like to paint هل بتحب ترسم حط r r طب يا طرح هحط r في الاول ماشي طب ايه اللي معاها r عشان اجيب نفس المعنى ده نفكر ايوة كلمة اسمها interested in bravo وبعد interested in البربي بياخد a i n g هتبقى الجملة حلها are you interested in painting are you interested in painting معنى ايه هل انت مهتم بال بالتلوين او بالرسب طب لو عايزة حط كلمة اسمها fond of كانت في الجدول اللي نخدمي شوية fond of مغرم بي هقولك برضو are you fond of painting هل انت مغرم بالرسب fond of fond laia f o n d fond of طب لو عايزة حط keen on نفس الكلام are you keen on painting keen on معنى متحمس برضو لو عايزة حط كلمة اسمها crazy crazy about مجنون بي او مغرم بي are you crazy about painting يبع عندي interested in تساوي fond of تساوي keen on تساوي ايه كمان crazy about crazy about طبعا بكده انتهينا من الفيديو بتاع النهاردة طبعا i hope you will enjoy this video good boy and the best wishes mister sami عياد saint mary school